بسم الله الرحمن الرحيم الطاقة على امتداد التاريخ البشري الطويل كان استخدام الطاقة أمرا ملازما لحياة الإنسان وعاملا فعالا في بناء حضارته والواقع أنه يمكن القول أن أحد جوانب تميز الإنسان عن سواه من الكائنات الحية يكمن في استخدامه الفعال للطاقة بمعنى تطوير الوسائل والأدوات التي تمكنه من تطويع مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجاته العديدة وقبل أن يكتشف الإنسان مكامن الطاقة المخزونة في الطبيعة كالفحم والنفط والغاز اعتمد أساسا على ما توفره الطبيعة من موارد على سطحها وعلى ذلك قد استنبطت المجتمعات المختلفة أساليب ووسائل وتكنولوجيات تلائم طبيعة مصادر الطاقة المتوفرة ضمن حدودها الجغرافية فكان أن طورت الحضارة المصرية القديمة استخدام الأشرعة في تحريك السفن في الأنهار بينما جرى تطوير الطواحن الهوائية في فارس لضخ المياه لم تقتصر جهود الإنسان في الماضي على جوانب الحصول على طاقة فقط بل إنه أبدع في الجانب الآخر المتمثل في استخدام الطاقة ففي ظل الاعتماد على مصادر الطبيعية وغياب الوسائل التكنولوجية المتطورة لم يكن هناك من سبيل سوى تقنين الطاقة وقصر استعمالها على الأمور الضرورية أساسا إلى أن ظهر العصر الصناعي الذي يعتبر منعطفا جذريا وأساسيا في تاريخ الإنسان الكاتب هنا يطرح لنا قضية الطاقة وأن الإنسان لا يمكنه الاستغناء عنها لشدة أهميتها وقد أشار لنا الكاتب في النهاية النص إلى ضرورة الحفاظ على هذه الطاقة فلقد استخدم الإنسان الطاقة على امتداد التاريخ ونظرا لأهميتها فقد استغلها في كل المجالات وذكر لنا الكاتب أنها غير دائمة أي أن هذه الطاقة قد تنفذ يوما ما لذلك نادت الضرورة إلى استغلالها بعقلانية الفكرة العامة هنا يمكن أن نقول أهمية الطاقة لحياة الإنسان ووجوب استخدامها بعقلانية يمكن أيضا أن نقول حاجة الإنسان إلى الطاقة وتطور استخدامها عبر العصور نروح الآن للإيجابة على أسئلة النص باش نقدر ندرؤ الأفكار الأساسية السؤال الأول بما ميز الكاتب الإنسان عن سواه من الكائنات الحية إذن ميز الكاتب الإنسان عن سواه من الكائنات الحية باستخدامه الفعال للطاقة الإنسان يستخدم الطاقة في حياته اليومية أما الكائنات الأخرى؟ لا وهذا ما يميزه أو يميز الإنسان عن سواه من الكائنات السؤال الثاني أذكر بعض أنواع الطاقة التي تسخر بها بلادك إذن أنواع الطاقة التي تسخر بها بلادي عندنا النفط، الغاز، اليورانيوم، الطاقة الشمسية، المياه وغيرها من الطاقة السؤال التالي استغلال الطاقة نشاط قديم قدم مثالا من النص يؤكد على شغف الإنسان بالمصادر التقاوية هنا أبرز مثال من النص يؤكد شغف الإنسان بالمصادر التقاوية قديما هي استخدام الفرص الطواحن الهوائية لضخ المياه السؤال الرابع هل اقتصرت جهود الإنسان في الماضي على جوانب الحصول على الطاقة فقط؟ كيف ذلك؟ لم تقتصر جهود الإنسان في الماضي على جوانب الحصول على طاقة فقط بل أبدع في جانب استخدام الطاقة وذلك بتقنين الطاقة وقصر استعمالها على الأمور الأساسية فقط السؤال الخامس ما تزداد اهتمام الإنسان أكثر بالطاقة؟ وما الأسباب التي ساعدته على ذلك؟ ازداد اهتمام الإنسان أكثر بالطاقة في العصر الصناعي والأسباب التي ساعدته على ذلك هي ارتفاع حاجات الإنسان إلى استخدام الطاقة في المصانع والمعامل ووسائل النقط وألات التسخين والتبريد وإلى آخره الآن نروح لتقسيم النص إلى فقرات عندنا الفقرة الأولى تبدأ من على امتداد تاريخ البشر الطويل حتى لضخ المياه هنا وضح لنا الكاتب العلاقة بين الإنسان واستخدام الطاقة قال أن استخدامها أمرا ملازما لحياة البشر وعاملا فعالا في بناء حضرته تحدث أيضا الكاتب عن معنى استخدام الفعال للطاقة وكيف أن الإنسان يقوم بتطوير الوسائل التي تمكنه من تطويع مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجاته العديدة وضح لنا أيضا أن الإنسان اعتمد على الموارد السطحية قبل اكتشافه للطاقة أيضا وضح لنا أن استخدام الطاقة كان منذ القدم حيث أن الحضارة المصرية طورت الأشرع في تحريك السفن وطورت بلاد الفرس يعني إيران حاليا طورت الطواحن الهوائية لضخ المياه هناك فكرة أساسية يمكن أن نقول علاقة الإنسان القديم بالطاقة وشغفه لاستغلالها علاقة الإنسان القديم بالطاقة وشغفه لاستغلالها الفقرة الثانية تبدأ بلم تقتصر حتى آخر النص يعني تاريخ الإنسان هنا وضح لنا الكاتب أن الإنسان القديم أبدع في استخدام الطاقة والعصر الصناعي اعتبر منعطفا جدريا وأساسيا في تاريخ الإنسان الفكرة هنا يمكن أن نقول اهتمام الإنسان أو اهتمام إنسان الماضي بالطاقة وتفننه في استخدامها الآن القيمة التربوية الطاقة عنصر أساسي للحياة على الأرض وهي تحتل مكانا محوريا في صميم عملية التنمية البشرية فاستقرار الحياة مرهون بالمحافظة على موارد الطاقة وحسن استغلالها قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون استقل الله العظيم أعطيكم الآن تلخيص النص الطاقة عنصر أساسي من عناصر نمو الاقتصادي وعاملا فعالا في بناء الحضارات استخدمها الإنسان على امتداد التاريخ تلبية لحاجيته ونظرا لأهميتها فقد استغلها في كل المجالات وبكل عقلانية جيد إذن هذه أطفالي خليكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته